حقيقة فقدنا نجمين كبار من نجوم زمن الفن الجميل بنتكلم على النجم المبدع الخلوق الوطني سمير الإسكندراني بعدها الحقيقة فقدنا نجمة وفنانة متكاملة قدرت أنها تحصد نجمية وجمهرية واسعة وتكتب اسمها وسط مصف النجوم بحروف من ذهب هي النجمة الرائعة أو زي ما بيسموها صدفة بعضشي سيدة الجميلة شويكار نهار دا الحقيقة هل عندنا فقرة استثنائية هنتكلم فيها على النجمين الكبار دول وحنحاول نحن نكرم ذكرهم نعرف أكتر عن تفاصيل حياتهم وكواليس أعمالهم من خلال ضفنا النقد الفني الكبير الأستاذ طاري الشناء وبينضمننا على الهواء مباشرة أهلا بك يا أستاذ طاري وصباح الخير أهلا أهلا زكا شام صباح النور الحمد لله بخير والله يا أستاذ طاري طبعا إحنا ما زلنا بنفتقد وجود شخصيتين زي اللي بنتكلم عنهم النهاردة يعني الوسط الفني الحقيقة مشتائل أن احنا يكون عندنا نماذج زي سمير الإسكندراني أو حتى شويكار خلينا نبدأ بالترتيب الزمني وحالات الوفاة طبعا كان أستاذ سمير الإسكندراني سبق الفنانة شويكار يعني بساعات قليلة الحقيقة أو يمكن يوم فسمير الإسكندراني الحقيقة كان نسخة واحدة غير قابلة للنسخ أو التكرار كان مميز جدا وزار في وقت كان فيه عملقة الحقيقة إزاي أخذ لنفسه هذا الحيز وهذه المساحة وإزاي كان مختلف عن كل الفنانين اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت وجمعوا ما بين الثقافة أو الفن الشرقي وكذلك الفن الغربي وإجادته طبعا لأكتر من حوالي خمس لغات كان متفرد الحقيقة في كل حاجة يعني سمير الإسكندراني فعلا زي ما أنت قلت هي نسخة واحدة غير قابلة للتكرار ولأنه كان يعبر عن ثقافته عن أحلامه عن فهمه للموسيقى هو كمان كان فنان تشكيلي بالمناسبة يعني كان عنده رؤية إبداعية في أكتر من مستوى وأحال فكرة التشكيل إلى الغناء يعني هو نفسه أصبح لوحة وكانه لوحة بدأنه ساعات كان يلبس كده عباية ويخلي فرقة تلبس عباية يعني كان عنده دايما ستايل خاص جدا ومختلف بيعبر عن بيته عن ثقافته عن زمنه وقدر يقنع الموسيقى الكبير محمد عبدالوهاب أنه مش بس لحله وأكتر من اللحن لا أنه يغني معاه وعبدالوهاب مقل جدا يعني أتلاقي عدد الديويتو الديويتو اللي هو الثنائي يعني قليل جدا في تاريخ عبدالوهاب دائما مع مطربة أو مش مطربة زي رأي إبراهيم بس مع طرف آخر يغني معاها ديويتو فهو أسمهان مثلا يغني معاها لأنه مراد لكن أن يغني مع رجل وكمان داخل الغنوة هو بيقول له يا حبيبي يعني معجب بأداؤه أنا فاكر سامير سكندراني كان بيعتبر الخطوة دي خطوة مهمة جدا في تاريخه أن يلتقي مع عبدالوهاب لأنه عبدالوهاب عندما يلحن لصوت فده بيبقى توقيع بالقيمة على طول كده كل الأصوات تمنت أن تغني من تلحين عبدالوهاب لكن سامير سكندراني حقق ما بعد أن يلحن له عبدالوهاب أن يغني معه أغنية كل دي تفاصيل مهمة